نفس الخبر بالنسبة لسيدات الكرة الطائرة بس هم هيلعبوا الظهور الظهور هي اللي تقع معنا ويعت معنا في الدور الإقصائي للكرة الطائرة يا سيدات جهاز الفني طبعا بقيادة المدير الفني كابتن براهيم فخر الدين بجهاز الفريق عشان اللعب الظهور في زهاب دور التمية تصنيف للدور الدوري المصري الممتاز الماتش هتلاقي بيوم الجمعة القادم الماتش الأول طبعا من السلسلة المباريات بستفترية هتلاقي بيوم الجمعة والسبت القادمين الجمعة الأول ماتش الأول والسبت الماتش التاني على صارت الدكتور حسن مصطفى بعدين الست أكتوبر الدور ده بتلاعب بنظام الذهاب والعود زي ما قلت لحضراتكم بالماتشين بيتفوز بالماتشين بيتأهل على طوله والخسران بيلجأوا لفرق الأشواط والنقاط بين الفريقين وبعد كده هتعامل قرعة زي الرجال برضو بين الأربع فرق اللي فازت والأربع فرق اللي خسرت عشان يتحدد همين هيلعبين في الأدوار اللي قصية في ريتنا طبعا بتصدر المجموعة الأولى في الدوري بعد بفوز بكل ماتشاطها اللي فاتت وده كان مهم جدا كرسالة ان انت تقدر طب مجموعتنا كان فيها الزمالك لا هم كانوا مجموعتين احنا تصدرنا مجموعتنا عشان كده برجع وقول برضو الاختبار الحقيقي لسه مجاش سواء لرجال الكرة الطائرة او سيدات الكرة الطائرة ليه لان برضو المنافس زي كرة اليد السلم وموضوع مختلف شوية ولكن في اليد والطائرة اهل زمالك